إلى هذا الخبر العاجل مشاهدين الكرام حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل لم تحسم أمرها بعد بشأن الرد على الضربة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي قال بايدن أنه سيفكر في بداء الأخرى غير ضرب حقول النفط مشيرا إلى أن الفرق الأمريكية والإسرائيلي على تواصل دائم كما أوضح الرئيس الأمريكي أن الفرق الأمريكية والإسرائيلية لن يتخذ قرارا على الفور وأن واشنطن ستنتظر نتائج تلك المحادثات موسيقى 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 إليس جماعي موسيقى وهذا بإمكان إمكانكم satisfy and fair and it will be peaceful two separate questions I'm confident it will be free and fair I don't know whether we'll be peaceful things that Trump has said and things that he said last time oh we didn't like you out of the election were very dangerous notice I noticed then vice president's or Republican Kennedy did not say he اجب الأخير من البتهية إلى هذا مشاهدين الكرام هذا الخبر العاقل حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على أن إسرائيل لم تحسم أمرها بعد بشأن الرد على الضربة الإيرانية وخلال مؤتمر صحفي قال بايدن أنه سيفكر في بداء الأخرى غير ضرب حقول النفطة مشيرا إلى أن الفرق الأمريكية والإسرائيلية على تواصل دائم كما أوضح الرئيس الأمريكي أن الفرق الأمريكية والإسرائيلية لن يتخذ قرارا على الفور وأن واشنطن ستنتظر نتائج تلك المحادثات ما تلتتكيب ، المحادثات تلتكيب ، الأنمريكي تلتكيب ، المحادثات تلتكيب ،ونا بقال اشتركوا في القناة